مرحبا بكم مع انتشار ظواهر دخيلة على المجتمع العراقي بعد 2003 مثل انتشار المخدرات وصالات القمار وانتشار السلاح وارتفاع جرائم الاتجار بالبشر فضلا عن استشراء الفساد المالي كان لابد لظاهرة غسل أو تبيض الأموال كما تسمى أن تتصاعد بالعراق تماهيا ويهاي الظواهر الموضوع ما يخلو من تورط جهات مسؤولة التقارير اللي انكشفت مؤخرا عن سرقة القرن اللي أهدرت 2.5 مليار دولار بشكل غير قانوني من حساب مصرفي للحكومة العراقية وتم غسلها من خلال بنوك خاصة تعد كبرى حالات الفساد أيضا تقارير عن تفاصيل عملية تهريب مالي وغسل أموال تورط بها مصرف حكومي لحساب آخر أهلي وصلت قيمته إلى 1.8 مليار دولار في 2014 وعدت أيضا التحويلات المالية الدولية والمحلية إحدى أكثر الأدوات استخداما لغسل الأموال للأعوام 19-20-21 مثلا بعام 2020 باع البنك المركزي 40 مليار دولار أمريكي في مزاد بيع العملة اللي يفترض أن تقابلها القيمة نفسة من الاستيرادات يعني 40 مليار لكن قيمتها بلغت 14 مليار دولار فقط وهذا يعني أنه قيمة عمليات الفساد قدرت بنحو 23 مليار دولار أمريكي في العام المذكور أيضا عام 2021 بلغ حجم العملة المباعة بالمزاد 30 مليار دولار أمريكي في حين بلغت قيمة الاستيرادات 13 مليار دولار فقط الفارق بينها حسب عضو لجنة النزاها هاد السلامي يمثل ما يخسر العراق من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب اللجنة المالية النيابية شو تقول؟ تقول البلاد خسر 360 مليار دولار بسبب عمليات الفساد وغسيل الأموال جرت بمدة 9 سنوات من الفترة بين 2006 إلى 2014 نحن نذكر عمليات غسيل الأموال صارت وطشت بشكل شبير لأنه هواية عمليات غسيل الأموال صغير بس نضوي نقاط صغيرة القاضي السابق رحيم العقيلة يقول النفوذ السياسي قوي والجهات بالبلاد الحكومية لا تقدر تحارب الفساد تمت إزاحة حسب ما يقول تمت إزاحة محافظة البنك المركزي سنان الشبيبي بزمن حكومة نوري المالكي ليتسنى لطبقة سياسية مثل ما قال هو التحكم بالبنك المركزي والتلاعب بسعر الصرف أما آخر أيام رئيسا لهيئة النزاهة أقصد العقيلة كان يحاول يجمع معلومات حول شخص حول إلى الأردن مبلغ مليون ونص دولار لشراء عقار تبين أن هذا الشخص قريب من شخصية سياسية بارزة لكن ويا العقوبات الأمريكية المفروضة على المصارف ويا التهديد بإعادة العراق كاملا تحت البند السابع بلش العراقي حاول يسوي إصلاحات بالقطاع المصرفي الزيارة الرسمية لوزير الخارجية العراق فواد حسين ويا وفد إلى واشنطن بـ 2023 كانت تتعلق بتطوير وإصلاح السياسة النقدية كما أن العراق نضم مؤخرا إلى عضوية مجموعة إغمونت لوحدات التحريات المالية حتى يعزز جهود مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالسجلات الإجرامية التي تسهم بمتابعة حركة الأموال دوليا وصولا لعمليات استرداد الأموال والأصول ولغرض الحد من عمليات غسيل الأموال شرع البرلمان العراقي القانون رقم 39 لسنة 2015 هذا القانون تحت عنوان قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تعاقب المؤسسة المالية بغرامة مالية لا تقل عن 25 مليون دينار ولا تزيد عن 250 مليون في حالة عدم مسك السجلات والمستندات وفتح حساب أو قبول ودائع أو أموال مجهولة المصدر بأسماء وهمية ويسأل الشخص المعنوي عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ أي سلطة متخصصة بوجود اتفاق جنائي لارتكاب جريمة غسيل الأموال اشتركوا في القناة